اهلا ومرحبا بكم تسببت جائحة كورونا في الاستغناء عن الآلاف من العمال الأجانب ومع تزايد الضغوط لتحسين الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة صدرت الدعوات بتوسيع سياسات توطين الوظائف ونشاط الشركات الأجنبية على إصص مستدامة ووفقا للمركز الإحصائي الخليجي لعام 2020 هناك 22 مليون عامل في مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7 ملايين من المواطنين و15 مليون من الوافدين أي تراجع عدد العاملين بنحو 1% عن عام 2019 لذلك وضعت حكومات هذه الدول خططا لتوطين مضائفها وخاصة الحكومية منها فهل تنجح هذه الخطط؟ وهل أصبح من اللازم تأهيل مواطني الخليج لإحلالهم في مختلف القطاعات ومواجهة مشكلة البطالة؟ أسئلة سنجيب عليها مع ضيوفي من المنامان كاتب الصحف إبراهيم النهام من مصقط الباحث السياسي سالم بن حمد الجهوري قبل البدء دعونا نتابع خطط دول الخليج في توطين الوظائف ونبدأ الحديث تختلف استراتيجيات التوطين في بلدان الخليج من دولة لأخرى ففي السعودية نص القرار الوزاري لعام 2021 بتوطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والخاصة وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تطبق على ثلاث سنوات ويسعى القرار إلى توفير ثمانية وعشرين ألف وظيفة تعليمية للسعوديين ولزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل لدعم إجمالي ناتج المحلي كما يضم القرار توطين العديد من الأنشطة التجارية التابعة للقطاع الخاص بنسبة 70% في حين تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صياغة قرار لسعودة المراكز القيادية بنسبة 75% من إجمال العمالة داخل مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات مع صدور القرار الوزاري لعام 2021 بتشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي على أن يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص بهدف متابعة تنفيذ الخطط والسياسات الرامية لتطوير ولتوظيف الإماراتيين في القطاع الخاص أما في الكويت جاء القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن قطاع التعيين في الوظائف الحكومية بهدف تكويت الوظائف بنسبة 100% وشمل القرار توطين الوظائف الحكومية إلى 100% في تقنية المعلومات والتطوير والإحصاء والإعلام والوظائف البحرية وبنسبة تزيد على 85% في القانون والشؤون الإسلامية وبالانتقال إلى سلطنة عمان فمع دخول القرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل الخاص بتشجيع التعمين حي ذا التنفيذ فإن الشركات التي تستوفي معايير معينة ستخفض رسوم توظيف العمالة الوافدة فيها بنسبة تصل إلى 50% في البحرين يهدف البرنامج البحريني للتوظيف إلى خلق 25 ألف وظيفة وكان مجلس الوزراء أعلن عن تخصيص حوالي 320 مليون دولار لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور انتهاءاً بعام 2023 وفي قطر كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها تعكف على إطلاق قوائم الوظائف التي سيجري توطينها في الشركات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة ويبقى السؤال هل ستكون هذه الاستراتيجية ناجحة في توفير فرص العمل لليد العاملة المحلية أم أنها ستقضي على حلم الوافدين في الحصول على فرص عمل في الخليج أبدأ معك أستاذ النهام يعني من الواضح أن هناك حاجة اجتماعية ووظيفية إلى توفير الفرص وأعطاء الأولوية للمواطنين في الخليج في ظل حركة الدوران الاقتصادي فهل تنجح باعتقادك؟ طبعاً مملكة البحرين حققت قصص نجاح كثير فيما يتعلق ملف توطين المواطنين البحرينيين ومعالجة أزمة البطالة والتي تزايدت في البحرين أسوة بدول المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا والتي خلفت الكثير من الأضرار الاقتصادية على مختلفة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى البزنس الداخلي أو على مستوى البنوك أو الاستثمار الخارجي طبعاً ملف البطالة يمثل أولوية في البحرين الوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت خطة طموحة تتمثل بتوظيف 40 ألف بحريني خلال العام الجاري وزير العمل صرح مؤخراً بأنه تم تحقيق 56% من الأهداف التي وضع لها برنامج التوظيف أو التوطين البحريني بتوظيف 14 ألف بحريني من أصل 25 ألف مثلوا تارجت أو هدف للحكومة في المملكة البحرين خلال العام الجاري طبعاً أختي الكريمة نحن نتحدث عن تحديات لا تواجهها فقط المملكة البحرين ولا دول الخليج وإنما يواجهها العالم ككل ولكن مملكة البحرين اسوطاً بنظرها في دول المنطقة خطت خطوات إلى المستقبل وإلى الإمام عبر تحسين مستوى المعيشة للمواطن من جانب عبر رفع مستوى أو متوسط الأجور للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص أو الحكومي إلى 788 دينار بالمتوسط وهذا رقم يصنف بأنه رقم ممتاز وكذلك منح المرأة البحرينية حقها على قدر من المساواة والعدالة في نيل الوظيفة جنباً إلى جنب إلى جانب الرجل نعم أستاذ سالم الجهوري كما ذكرت أستاذ إبراهيم بأن معالجة ملف البطالة اقتضى عملية التوطين هل التوطين أو توطين الوظائف بحسب الكفاءات أم لإرضاء المواطنين فقط في الخليج؟ شكراً جزيلاً لكم ولضيفكم أيضاً من مملكة البحرين أستاذ إبراهيم النهام في الحقيقة هذا سؤال مهم جداً ومحوري واستراتيجي لكن دول مجلس التعاون بعد خمسين عاماً ارتأت بأنه من الضرورة أن تكون أغلب المهن التي يتم شغلها من قبل العمالة الوافدة القادمة من آسيا ومن دول العالم بعضها لا تحتاج إلى الكثير من التعقيد في عملية التعليم والتخصيص وفي هذا القانب وهذه الوظائف هي من السواد الأعظم وهناك وظائف أيضاً في البناء والتشهيد وفي بعض المهن الذي تتوجب أيضاً بعض الخصائص لكن هو هدف استراتيجي لدول مجلس التعاون أولاً باستيعاب مخرجات التعليم الجامعية في هذه الدول خاصة لأن هناك نمو في عدد السكان الآن دول مجلس التعاون تقترب من 60 مليون في الدول الست وهذا رقم أيضاً كبير مرشح أن يرتفع ويتوسع خلال مرحلة المقبلة وبالتالي لا بد أن تكون هناك استراتيجيات لاستيعاب أبناء دول مجلس في الوظائف الحكومية وفي وظائف القطاع الخاص وبالتالي أيضاً هي من أجل تأمين وحدة المجتمع وتأمين أيضاً الاستقرار والجانب الأمني من حيث كما شاهدنا هناك بعض التظاهرات التي ظهرت في بعض دول مجلس التعاون المطالبة بتعجيل ولكن أستاذ سالم ما تشوف أن الموضوع جاء مفاجئ في الخليج مباشرة عملية إحلال وإبدال دون حتى عملية تهيئة المواطنين في الخليج لمثل هذه الوظائف لا ليس مفاجئاً وإنما دول مجلس التعاون مثلاً أضرب في كل من سلطنة عمال ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تعمل منذ فترة على تجربة من خلال تبادل الآراء والأفكار بين هذه الدول ثم دول مجلس التعاون من أجل التوطين التوطين ليس من أجل فقط أن يحصل المواطن في دول مجلس التعاون على الوظيفة وإنما التوطين هو جانب استراتيجي يشمل الجانب كما ذكرت الأمني والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وكذلك الجانب الديني وأيضاً كثافة العدد السكان في هذه الدول يسبب مشكلة هذه الكثافة تحتاج إلى مواكبة أيضاً في البناء الأساسية من طرق وأيضاً إسكان وإنشاء أيضاً مدن حضرية من أجل استيعاب هذا السكان القادم سواء من الداخل والخارج وبالتالي دول مجلس لديها استراتيجيات حول البناء في موضوع الوظائف خلال الفترة المقبلة وهذه الرؤى الآن التي تقدم في الدول الست سواء كان في عمانة أو نورة العربية السعودية نعم بنتقل أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم بعض الدول الخليجية حدثت بها احتجاجات فقط لأن المواطنين يريدون وظائف الآن هناك عملية إحلال وأبدال متسارعة هل الموضوع هذا أو هذه القضية تمت معالجتها لإرضاء المواطنين أو بناء على وجود كفاءات تقريباً أولاً موضوع الاحتجاجات هذه ظاهرة طبيعية دول الخليج يعني دول ليس لديها ما تخفيه على أكسما يطلعوا مواطنين ويحتجوا ويتمنق لذلك عبر الصحف أو عبر السوشيال ميديا هذا يعطيش انطباع أن دول الخليج لديها سقف عالي من حرية التعبير وحرية الرأي وحترام رأي المواطن والإنصاط عليه بخلاف الكثير من الدول المتقدمة والمتحضرة والتي تدعي ذلك فحين يخرج المواطن في الشارع يتكلم عن أمر يتعلق بالتوظيف أو عنصري نرى الهراوات ونرى الضرب ونرى القتل ونرى سفك الدماء هذا من جانب الجانب الآخر أختي الكريمة هذه ظاهرة صحية تؤكد أيضاً أن دول الخليج لديها تسارع في معالجة ملف البطالة عبر احتواء المواطنين نحن رأينا ما حدث في سلطانة عمان مؤخراً على سبيل المثال وكيف سلطان عمان رجل الحكيم كيف احتوى الأمر عبر الأجهزة المختصة وكيف تم وضع خطة عاجلة لإحتواء المواطنين الذين خرجوا للشارع اللي يطالبوا بوظائف أو حتى في دول أخرى عديدة حتى في البحرين من قبل فالتحديات أختي الكريمة التي نواجهها نحن قادرين على حلها ولحن لدينا حلول ولحن لدينا صناديق اجتماعية الدولة توفر ضمانات اسكان توفر علاوات سكن توفر علاوات قلام عيشة دعم اللحوم أنا أكلمك عن البحرين طبعاً دعم للمطلقات دعم للأرامل دعم للأيتام البحرين يعني أنا أكلمك عن بلدي دولة سباقة في المنطقة في دعم المواطن سواء كان يعمل أو عاطل يعني نحن عندنا اليوم على سبيل المثال المرأة المطلقة يوم طلاقها أول ما تستلم وثيقة الطلاق تروح وزارة اسكان تقدم على طلب اسكان يصرف لها علاوات سكن مئة دينار من تاريخ يوم الطلاق مباشرة ويصرف لها أقدمية في طلب الاسكان كذلك يعطوها بيت يعطوها شقة يعطوها أرض لتختار فنحن نتحدث أنها في البحرين ودول الخليج الأخرى تقدم رعاية تتخطى موضوع أختي الكريمة البطالة تتخطى موضوع يعني حل المشاكل البطالة هناك بكج كبير تقدم دول الخليج يساعد على الصعود من مستوى المواطن الخليجي إلى الأفضل أما بغض النظر سواء كان عاطنا أو كان على رأس وظيفة أضيفة إلى ذلك أن الخطط التي تضعها دول الخليج فيما يتعلق موضوع التوطين خطط طموحة نحن نرى السعودية اليوم مثلا على سبيل المثال قرارات الحازمة التي وصلت حتى إلى سعودة قطاعات بالكامل مثل قطاعات ذهب الجوهراء نعم ولكن ما مصير ما مصير الوافدين يعني أستاذ إبراهيم في هذه الحالة ما مصير الوافدين نحن نرى أختي الكريم نحن في البحرين البحرين تعتبر من أكثر دول في العالم استقطابا للوافدين البحرين تعتبر في صدارة الدول في العالم في الوجهة سواء للحياة أو للمعيشة أو للعمل وإن كان المدخول في البحرين أقل من غيره من دول الخليج لماذا؟ لأننا الشعب معرف عنه بالحفاة والصداقة واحترام الآخرين الأنظمة الموجودة في البحرين لا تميز بين مواطن ووافد ومقيم بل أن هذه الكلمات أختي الكريمة كلمة ووافد كلمة مقيم لا نقولها نحن نرى أنها من المعيب أن نقول كلمة ووافد أو مقيم لأننا نرى أنها تمثل نوع من أنواع التمييز نحن في البحرين الدولة والمواطنين نعم أستاذ إبراهيم اسمح لي على المقاطعة بانتقل لأستاذ سالم في قرار صادر مؤخرا عن وزارة العمل العمانية توطين مهن مثل سياقة السيارات العمانيين فقط وأيضا نقل المواد الزراعية نقل الأعلاف نقل الوقود جميع هذه المهن هل وصل الوضع الاقتصادي في السلطنة إلى درجة أن يكون نقل سيارات الوقود والأعلاف فقط للعمانيين لا هذه جزء من خطة وليس تركيزا على هذه المهن هناك قطاعات أختي الكريمة يتم التوطين فيها على ضوء المستقدات وعلى ضوء الاحتياجات لدينا بعض الشباب ليست لديهم تلك المؤهلات نعم ولكن أستاذ سالم ربما يلاحظ البعض من يزور السلطنة أو غيرها بأن العمانيين منذ الأزل وهم يعملون في مثل هذه المهن لماذا ركزت الآن وزارة العمل أيضا على ذكرها التركيز الآن على ذكرها ضمن مراحل الإحلال أختي الكريمة اليوم نحن مثلا في عام 2021 الحكومة العمانية تستهدف تعيين ما يقارب من 30 ألف مواطن في الوظائف التي كان الوافدين يعملون فيها وبالتالي استطاعت حتى شهر يونيو الماضي من تعيين 19 ألف منهم 11 ألف عماني استلموا وظائفهم وبدأوا العمل و11 وما يقارب من ثمانية تبقوا في إقراءات إنهاء وظائفهم خلال الشهرين القادمين لأن بعضها وظائف حكومية وتحتاج لبعض الإقراءات لكن هناك رقم مستهدف ليس فقط يعني هذه الوظائف أنا اسمحي لي بس أقدم لك إحصائية بسيطة جدا عدد العمانيين في القطاع الخاص 257 176 نعم هذه الأعداد التي تذكرها أستاذ سالم هل تم أعدادها حتى تتسلم مناصب قيادية أو إدارية في الدولة بالتأكيد يعني هناك لدينا برنامج التدريب المقرون بالعمل يعني يتدرب الشاب إلى جانب شهدته يتدرب في الوحدة المرشح لها سواء كانت الوحدة هذه مدنية أو عسكرية وبعد أن يستوفي كل الشروط وبعد أن يقتاز الاختبارات يتم إحلاله وبالتالي يستطيع يعني أن يشق طريقه في هذه الوظائف من خلال أيضا إتاحة الفرصة له سواء كان في رفع مستويات التعليم أو في التدريب في خارج السلطنة وبالتالي يخدم وطنه وأنا أعتقد بأنه آن الأوان لدول مجلس التعاون أن تقوم بعملية الإحلال في وظائف كثيرة تستطيع من خلالها أن تقلل من التحويلات المالية إلى خارجها وبالتالي هذه العملة التي جاءت جاءت لأهداف وهذه الأهداف غالبا كلها حققتها ويمكنها الآن أسمح لي أستاذ سالم على الانتقال تفضل باختصار سيدي وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى مرحلة من مراحل هذه مراحل التوطين حتى يمكن أن نحافظ على أشياء كثيرة في هذه الدول ومنها الأمن والاستقرار نعم أستاذ إبراهيم النهام لدي سؤال إذن أين التعافي الاقتصادي الذي تتحدث عنه دول الخليج ما بعد الجائحة طبعا اليوم نحن نشهد تعافي كبير مثلا على سبيل المثال في مملكة البحرين اليوم القطاعات تم فتحها بالكامل المحلات يعني فتحت أبوافها من جديد الموظفين بدأوا يرجعوا لمكاتبهم اليوم نحن على بعد خطوات من تطبيق الإشارة الخضراء التي طبعا التي تأتي في سياق استراتيجية جديدة للحكومة البحرينية في التصدي لجائحة كورونا والتي سوف يسمح من خلالها لفتح الأقطاعات بشكل كامل البحرين طبعا من أول الدول في الخليج التي تم الإعلام فيها عن انخفاض نصب الإصابات بشكل كبير وعدم استخدام الكمامات في أماكن العامة وفي الشوارع وفي المجمعات نحن نعيش مرحلة تعافي حقيقية طبعا الجائحة نسمى أسلفت في حديثي السابق أثرت بشكل كبير على الاقتصاد في البحرين وفي دول المنطقة ككل لكن السؤال الذي تفعله دولة مملكة البحرين عفوا في مواجهة الجائحة ما هي النتائج التي نراها اليوم هناك آثار يعني لا تزال قائمة بسبب ما حدث في الفترة الماضية ولكن هناك تعافي أيضا في المقابل الدولة تأخذ موضوع تعافي على رأس أولويات مجلس الوزراء دائما يتحدث عن هذا الأمر سمو ولي العهد حفظ الله رعا رئيس مجلس الوزراء يوجه دائما الوزراء المختصين لأن يتابعوا وأن يرفعوا تقارير مسترمر للجنة التنسيقية فيما يتعلق بوضع سوق العمل ووضع الاقتصاد بشكل عام كذلك نحن نتحدث اليوم عن انخفاض واضح بالنسبة البطالة في البحرين الخطة الوطنية للتوطين ماضية أمام قدما الأهداف المرسومة لها من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 تطبق على أرض الواقع كذلك نتحدث أن المرأة البحرينية تأخذ نصيبا وافرا ليس فقط في الوظيفة وإنما كذلك في القيادات في تبوى المناصب القيادية من وزارات الحكومية وفي القطاع الخاص نعم أشكرك جزيلا شكر الكاتب الصحفي إبراهيم النهام كنت معي من المنامة كما أشكر وجودك معنا البحث السياسي سالم بن حمد الزهوري من مسقط فاصل ونناقش بعده هل تنجح الحكومات في خفض البطالة في المجتمع الخليجي من خلال التوطين أهلا ومرحبا بكم من جديد تكشف البيانات الأحصائية حول سوق العمل في الخليج أن غالبية دول الخليج تعاني من ارتفاع معدلات البطالة ومع زيادة أهمية أعداد المواطنين لسوق العمل وتقديم الإنتاج النوعي حسب الكفاءات تبقى إعادة النظر في استقدام العمال وأعداد الكوادر الخليجية القادرة على تأدية الأعمال المتوفرة في السوق الخليجي معضلة تستوجب الحل دعوني أرحب بضيفي الذي انضم إلينا من جدة علي محمد الحازمي الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي كما أرحب بضيفي من الدوحة دكتور علي الهيل استاذ العلوم السياسية والأعلام والباحث في الشؤون الدولية ومن الكويت الدكتورة شيخ الهاشم الكاتبة والباحثة الاجتماعية أهلا ومرحبا بكم خلونا نتابع أسباب انتشار البطالة في الخليج ونعود للحديد ترجمة نانسي قنقر استاذ علي الحازمي أمام هذه المعطيات ونسب البطالة هل نحن أمام التوظيف وفقا للكفاءات في الخليج أم لإرضاء المواطنين أهلا سيدتي وبضيوفك الكرام والسادة المشاهدين نعم هي من أجل إيجاد حل لظاهرة حقيقة انتشرت في دول الخليج ندفع ثمنها حقيقة جميع دول الخليج إما بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل إما بسبب التطرف الكبير في إصدار تأشيرات في وقت مضى لذلك أنا أرى بأن اليوم لدينا أعداد جيدة من المواطنين على مستوى دول الخليج القادرين إما أن يقودوا دفة الشركات الكبرى في مناصب قيادية أو حتى وظائف متوسطة وما دون المتوسطة ربما الأرقام في البطالة هي من حركت حكومات دول الخليج لتتحرك سريعا أيضا الأرقام من ناحية عدد السكان وعدد الوافدين في هذه الدول ربما وصلت إلى أرقام مخيفة فنتحدث مثلا عن الكويت أو مثلا قطر والأمارات يعني عدد المواطنين 11% وعدد المقيمين يصل إلى 89% نتحدث عن المملكة العربية السعودية عدد المواطنين 61% والمقيمين يصل إلى 39% هذه أرقام حقيقة وتغييرات في التركيب الديمغرافية للسكان أيضا لا نستطيع حقيقة تحييدها بشكل كبير ربما نحن كنا في وقت سابق دول الخليج هي عبارة عن وكالات توظيف سابقة والآن آن الأوان لتغيير هذا المفهوم ليصبح أبناء الخليج من يقودون هذه الدفة ولا يكون إخواننا الوافدون من نحتاجهم في السوق أن يكونوا معنا جنبا إلى جنب نعم دكتورة شيخة قبل الطفرة النفطية في الخليج كان المواطنين الخليجيين يقومون بكل المهن تقريبا ولكن حاليا هل يستطيع المواطن الخليجي القيام بوظائف كانت مخصصة فقط للعمال الوافدة شكرا على استضافة وأرحب فيكم وفي زملائي هذا السؤال صراحة جدا مهم إحنا يعني مقبلين على وقت وايد في تحدي خصوصا مع الجائحة إحنا اللي شفناها حاليا أنه في هجرة وافدي أنا كثير ما تكلمت عن هذا الموضوع عندما يكون في هذا النوع من الهجرة الوافدين يخلون مهاراتهم وياهم إحنا نازم أول شيء نفهم تركيبة سوق العمل في دول الخليج تركيبة سوق العمل في دول الخليج فريدة من نوعها إحنا الدول الخليج عندها سوقين في سوق خاص للمواطنين وهو القطاع الحكومي وفي سوق خاص للوافدين والقطاع الخاص المتمثل أكثر شيء في شركات عائلية هذا الانقسام صار لسنوات وكل اللي إحنا شفناه في الفترة الأخيرة كانت حلول ترقيعية من ضمنها فكرة التوطين فمع مشكلة الكورونا يعني هذه الأمور طفحت فهاجروا الوافدين ولم تورث هذه المهارات للمواطنين أنا قاعدة أتكلم عن مهارات بسيطة يعني أول بسابق قبل الضفرة النفطية كانوا الخليجيين يعملون في كل شيء كانوا يعملون في البناء وفي كل شيء أما حالياً يعني إحنا عندنا جيل يعني متعلم حامل شهادات ولكن لا يعرف الأمور الحياتية اليومية فهذا رح يكون تحدي كبير إحنا نتكلم عن سياسة الإحلال سياسة الإحلال ليست جديدة سياسة الإحلال كانت موجودة مثلاً على سبيل المثال في الكويت في الخطة الإنمائية سنة 68 يعني كانت من زمان موجودة وموجودة في نصوص جميع القوانين ولكن بسبب عدم اندماج هذا السوق إحنا صار عندنا هذه المشكلة بالدول الخليج نعم دكتور علي الهيلي هل الزام القطاعين الخاص والحكومي بعملية التوطين هو حل لمعالجة ملف البطالة في الخليج؟ أنا أتفق مع الضيف العزيز من الرياض أن مخرجات التعليم لا تتوائم مع احتياجات السوق العمل هذه نقطة النقطة الثانية يا سيدتي لو أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ 1981 فعل وطبق قراراته الخاصة بالتكامل الوظائف بين مواطني دول المنظومة الخليجية لحلة هذه المعضلة أو هذه الإشكالية يعني مثلا عندما نحتاج الاختصاصات معينة في قطر ليست موجودة بين القطريين تكون موجودة بين البحرينيين على سبيل المثال بين العمانيين على سبيل المثال إلى حد ما بين السعوديين وإلى حد ما أكثر بين الكويتين ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث بالنسبة للعمالة غير الماهرة بالنسبة للعمالة غير الماهرة لأسف الشديد نحن بالسبعينات في دولة قطر يعني بعض الدول الخليجية الآن هناك بعض المهن التي كان يعمل فيها الوافدين صارت فيها عملية إحلال وأبدال مثل السعودية أيضا عمان والبحرين ولكن بالنسبة لبعض الدول الأخرى الإمارات على سبيل المثال وقطر والكويت هل ممكن نشوف مثلا عامل بناء كويتي أو عامل بناء قطري مثلا؟ هذا لا يمكن أن يحدث في دولة قطر بكل صراحة لماذا؟ لأن أولويات القطريين تتجه نحو الطب تتجه نحو الهندسة تتجه نحو العلوم التطبيقية تتجه نحو الأعمال والتجارة يعني بزنسز وفاينانسز وإلى آخره ولذلك نحن إلى أمد قادم من الزمان سنضطر إلى أن نعتمد على الأعمال الأسيوية في مجال البناء ولكن ثمت نقطة لا بد من الإشارة إليها ثمت تخصصات عالية الجودة ثمت تخصصات ماهرة لا يستطيع أن يجيدها القطريون والخليجيون لا بأس من استقدام أصحاب مهارات عالية في هذا المجال ونضع عددا من أبناء البلد تحت يد هؤلاء لكي يتدربوا خلال سنة واحدة سيظهر من بينهم على الأقل الأربعة أو خمسة يعني هي ليست قنبلة نووية وليست مفاعلات نووية نحن نعاني فيها من قطر في قطر ونعاني فيها في الإمارات نعم دكتور علي خليني أنت قلنا لكويت وفي دات السياء ربما درجة المعاناة نعم دكتور علي لا تقلش دكتور رشيخ ربما اسمحي لي ربما درجة المعاناة أقل في المملكة العربية السعودية وأقل في عمان نعم دكتور رشيخ تحتاج الحكومة الكويتية ما يقارب 3.3 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتف في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية بالكامل ألا يشكل ذلك باقتصادي على الحكومة أستاذي أنت تقصدين أن التكويت داخل قطاع الحكومي أو القطاع الخاص أتحدث عن الوظائف الحكومية القطاع الخاص عدرا لأن القطاع الحكومي هو حين تقريبا 80% من الميزانية قاعدة تروح للوظائف في القطاع الحكومي أصلا مثل أنا ما شرحت بالسابق أن هي أتت الفكرة أتت فكرة التوطين عشان نخفف العب المالي على ميزانية الدولة ولكن هذا ما شفت للأسف نتيجة لأن ما زال المواطن راغب في القطاع الحكومي مثل ما قلت لأنه ما فيه كان اندماج بين السوقين صار فيه ثقافتين مختلفين فيما بين السوق العمل وهو اللي صار الحكومي وسوق العمل الخاص كان فيه كثير من المبادرات في السابق يعني مثل ما أنا قلت قانون 19 سنة 2000 اللي هو قانون دعم العمالة يعني ساهم لحد ما فيه تشجيع الكويتيين لانخراط القطاع الخاص فمن سنة 2002 تقريبا لليوم ارتفعت نسبة الأعداد الكويتيين ما يقال 60 ألف كويتي في القطاع الخاص ولكن هذا يعني مو كافي خصوصا أن احنا يعني عندنا رؤية دولة الكويت عشرين خمسة وثلاثين رؤية طموحة جدا ومحتاجين ومحتاجين يعني حتى القطاع اللي هو مو كفاة محتاج ينشط أكثر ف مثل ما يعني ذكرت نحن نشوفها بس كمواطن ضد وافد الدول الخليج كلها حاليا محتاجة يعني كفاءات لتحقق هذه الرؤى نعم أنت تقول لك سيد علي الحازمي دكتور علي الهيل ذكرى نقطة مهمة بأن المواطن القطري الآن يتجه لن نجد في بعض المهن لأنه يتجه إلى الطب والهندسة وباقي التخصصات هناك من حملت الشهادات العليا في السعودية ممن يعمل في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم يعني هل ما الذي تغير هل الثقافة المجتمعية تغيرت أم أنه الحاجة إلى العمل في السعودية نعم أنا أتفق مع الدكتور جملة وتفصيلا وأنا طبعا عندما نتحدث وأنا خاصة نتحدث عن رأي الخاص التوطين لا يبدأ إلا من أعلى الهرم لا يبدأ إلا بتوطين الوظائف القيادية ومن ثم ننزل إلى أسفل لا نستطيع أن نبدأ من أسفل الدرج لأن حقيقة المشكلة التي تعاني منها المملكة وحتى معظم دول الخليج بأن نسبة العاطلين يحملون شهادة البكالوريوس أنا أتحدث عن المملكة تقريبا 54% إلى 60% من من العاطلين هم يحملون حقيقة درجة البكالوريوس لن تجد شخص يحمل هذه الدرجة ويعمل في محل بيبزة مثلا حتى هذه الوظائف في الغرب هي وظائف صيفية أستاذ علي أدرا للمقاطعة ولكن هناك ممن هم حملت الماجستير والدكتورة ويعملون في أماكن مثلا لبيع القهوة أو مطاعم نعم أنا أتفق ربما هي الظروف من أجبرت على هذا تشوهات سوق العمل لدينا ربما دفعتهم إلى هذا الأمر الآن لدينا تقريبا أكثر من 150 مبادرة تقودها جميع الوزارات لدينا هي لإصلاح هذا الخلل ما يحدث الآن في سوق العمل السعودي هي عبارة عن تشوهات لها تقريبا 40 إلى 50 سنة لذلك ليس بالسهولة إصلاحها في 4 أو 5 سنة وتحتاج إلى وقت نعم هناك بعض الناس أو بعض الطلاب أو بعض الخرجين من يحمل شهادات عالية حقيقة لذلك نحن عندما نطالب بتوطيننا القيادات من أعلى والمتوسطة وما دون المتوسطة بقليلا وأنا أعطيك بلغة الأرقام لدينا اليوم العاطل سعودي يمثلون تقريبا نسبة البطالة لدينا 11.8% من يعمل في وظائف راتبها 7 ألاف وأكثر من الأجانب يصل إلى 550 ألف لو وطننا فرضا هذه 550 ألف تقري تماما بأن نسبة البطالة من اليوم الثاني ستنزل لدينا إلى ما دون الـ 5% لذلك هناك حقيقة بعض المقاومة من القطاع الخاص في هذا الملف والحكومة ممثلة في وزارة الموارد البشرية تقوم بمجهودات إما مجهودات من مبدأ العصا والجزرة أو مجهود أو ببعض الفرض القوانين التي تحكم على القطاع الخاص توطين رؤية المملكة 2030 ولكن أستاذ علي لما نجي لموظف مثلا مدرس في المدرسة مثلا في القطاع الخاص المدارس الخاصة وراتبه لا يزيد عن 5000 ريال هل يوافق المواطن السعودي أو المواطن السعودي على العمل بمثل هذه المبالغ ثقافة العمل حقيقة تغيرت لدينا بشكل كبير هو السؤال الأهم هل هذا المبلغ يستطيع أن يعيش فيه مثلا مواطن أو مواطنة أنا أؤكد لك بأن 5000 تعتبر حقيقة حد أدنى ولا تفتح يعني منزل ولكن الآن هذه الشماعة التي يعلق عليها رجال الأعمال لديهم حججهم بأن المواطنين السعودين لا يقبلون بوظائف بخمسة أو ستة أثبت المواطن السعودي بأنه يعمل في وظائف حقيقة في هذه المستويات ودحض حجة حقيقة هؤلاء الرجال الأعمال نتحدث في المجمل ما يحدث في سوق العمل حقيقة هو عبارة عن نتاج بعض الأخطاء كانت يعني لوزارة العمل سابقا بإصدار تأشيرات بشكل كبير عدم وجود كما أشرت مخرجات وأيضا وزارة التعليم لم تكن قادرة على خلق قلاب أو مخرجات قادرة تتوافق مع سوق العمل أيضا لدينا القطاع نعم دكتور علي تحدثنا الآن عن القطاع الخاص ما حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالقطاع الخاص من فرض نسب توطين لا تتناسب مع عائداتها الاستثمارية ولا حتى مع التعداد السكاني للمواطنين والتركيبة الديمغرافية المتفاوتة في دول الخليج اسمحيلي أعلق على نقطة ذكرها الضيف العزيز من الرياض تلك الظواهر التي تشاهد وتلاحظ في المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي سلطنة عمان الشقيقة وإلى حد ما في دولة الكويت الشقيقة غير موجودة في المطلق في دولة قطر لسبب ليعزى هذا السبب للفارق السكاني فارق العدد السكاني بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت نحن لدينا في قطر نتيجة للظروف المالية المستقرة والمريحة لدينا بطالة ولكنني أسميها بطالة هذا هو السؤال اللي أنا طرحت عليك يعني ما حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالقطاع الخاص في فرق لفرق التوطين توطين لا تتناسب مع عائدات الاستثمارية ولا حتى مع التعداد السكاني للمواطنين والتركيبة الديموغرافية المتفاوتة في دول الخليج نسبة القطريين في القطاع الخاص ضئيلة لا تتجاوز الثلاثة في المئة لأن القطريين نتيجة الظروف المالية المستقرة والمريحة في دولة قطر يلجأ القطري من أصحاب الشهادات أو حتى من أصحاب من حاملية الثانوية العامة إلى الوظيفة الحكومية لأنها وظيفة مريحة ومضمونة في المدى الطويل ولذلك يعني الناس في قطر يعتبدون على الوظائف الحكومية ولذلك لدينا نحن بطالة وليست بطالة حقيقية وواقعية ولكنها بطالة مقنعة دعيني أعطيكي مثالا الوظيفة الحكومية اكس من الوظائف التي تتطلب أربعة أشخاص عليها على سبيل مثال عشرة أشخاص وهذه الظاهرة مستمرة منذ بداية السبعينات وإلى هذا اليوم لماذا لأن دولة قطر لا تريد أن ترى مواطنيها ينتظرون الوظائف الحكومية ولذلك الحكومة فرضت على القطاع الخاص أن تجتذب مواطنين قطريين من ذوي الاختصاصات ومن ذوي المؤهلات العلمية العليا ولكن للأسف القطاع الخاص يتباطى نعم ولكن دكتور علي يعني عدد الوافدين بالراتب دكتور علي عدد الوافدين في سوق العمل 89% يعني كيف سيستقطب بقتها القطاع الخاص ما كلهم قاعدين يشتغلون في القطاع الحكومي لا في دولة قطر زهاء 65% عدد الوافدين في الدولة النسبة التي ذكرتها هي تعود إلى عمال المنديال الشركات التي تعمل في مشاريع المنديال لـ 2022 ولكن نقطة التي أردت أن أذكرها هي أن المواطن القطري لا يمكن أن يقبل الراتب الذي يعطيه إياه القطاع الخاص الشركة في القطاع الخاص في حين الوافد يمكن أن يقبل بها ولكن القطري لا يقبل بهذه ناحية الناحية الثانية أنا أدعو إلى مراكز تدريب جادة تقوم بتدريب القطري وتأهيلهم للسوق العمل بحيث يكونوا في مستوى إن لم يكونوا في مستوى أفضل من الوافدين الذي نأتي بهم في وظائف معينة لا نستطيع أن نجدها بين القطريين الوضع القطري يختلف تباما عن وضع بقية دول الخليج في المملكة العربية السعودية هناك 20 مليون إنسان ربما يصحيح لدكتور علي ربما أن المواطنين السعوديين يتجاوزون 15 مليون شخص ولكن في دولة قطر عدد القطريين لا يتجاوزون كل قطري بكل فئاتهم وشراحهم أطفالهم نساهم كبار السن الشباب الذين في سد العمل لا يتجاوزون 500 ألف شخص الكثافة السكانية مختلفة كما ذكر دكتور علي في الخليج ولكن اقتصاد السوق المعبول به في الخليج لا يعني فرض التوطين لا يعني فرض التوطين في القطاع الخاص والسوق يأخذ حاجته الوظيفية تبعا لمصالحه ألا يجب أخذ الأقد بعين الاعتبار ما فشلت فيه مؤسسات الحكومية بتعميم الفكر الاستثماري والإنتاجي طبعا هذا سؤال اقتصادي مهما أنت تتحدثين عن حرية الأسواق وهذه ربما موجودة في الغرب كثيرا وليست موجودة في دول الخليج الآن نحن ما نحاول العمله في دول الخليج أو في المملكة الحربية السعودية على وجه الخص هو إصلاح تشوهات سوق العمل الناتج عن أربعين عام ما يحدث الآن يعني الكثير البعض يطالب بحرية السوق من مبدأ العرض والطلب ولكن هذا لا يحدث في دول نفطية مثل دول الخليج على الوقت الراحن وأنا أؤكد لك بأن هناك وظائف لا توطن في دول الخليج على الأقل في الوقت الراحن لذلك عندما يتحدثون عن توطين بعض الوظائف الدنيا هي وظائف يعني حقيقة مؤقتة حتى في بعض الدول المتقدمة لذلك الآن كل المبادرات التي تحصل لدينا حقيقة لا بد أن نستخدم فيها الوزارات مبدأ القوة لإصلاح هذا التشوه إذا تركنا السوق حرثقي تماما بأن القطاع الخاص يبحث عن الربحية ولا يهمه ماذا يقدم للوطن هي الأرباح والفاينانشال ستيتمنت أو القوائم المالية هي من تحرك القطاع الخاص بشكل كبير الآن لدى المملكة توجه كبير بأن يكون حقيقة التخفيض من العبء على الدولة في ميزانيتها بأن دفع كثير من المواطنين ليكونوا للكطاع الخاص ونحن نشاهد بأن المملكة الآن لديها برامج قصقصة كثيرة الهدف الرئيسي منها هو تحويل عبء القطاع العام ليتحول إلى القطاع الخاص لكي تكون الدولة متفرقة حقيقة للأمن للكطاع الصحي للكطاع التعليمي بشكل كبير نعم دكتورة شيخة في فترة جائحة كورونا وجدنا المزيد من عملية مغادرة الوافدين خارج دول الخليج ضمن هذه القرارات ألا ينتهي حلم الوافد في القدوم للخليج والعمل وخاصة أن ما يجنيه بالعمل شهريا يعادل ما يجنيه لسنوات في بلده معظم العمال المهاجرة ستهاجر إن كانت رجعت إلى بلدها الأم رح يكون في استمرارية بالهجرة إذا مو بدول الخليج دول الخليج من ناحية الرواتب دائما رح تكون مرغوبة خصوصا إذا نحن بنشوف العمالة التي يتيم من شرق آسيا أو جنوب آسيا أغلبهم يونهني للعمل ولكن معظم اللي هاجروا إذا هاجروا من دولة خليجية إلى أخرى أو دول مجاورة لها فأغلبهم معظمهم رح يرجعون بسبب الحاجة لأن جائحة كورونا ضربت كل اقتصادات في العالم وصارت المنافسة الآن كبيرة خصوصا أن في اتجاه يعني إحنا لا ننسى أن غير أن في جائحة أثرت على الاقتصاد في تغيير حاليا تجاه الحكومة الرقمية وهذه هم رح تأثر وايد على الكثير من الوظائف وصوق العمل بإجماله يعني نعم أشكرك جزيلا شكرا لكويت دكتورة شيخ الهاشم الكاتبة والباحثة الاجتماعية ويبقى معي دكتور علي الحازم ودكتور علي الهيل فاصل ونناقش بعده توطين الوظائف في القطاع الخاص ألا يزيد من الأعضاء المادية عليه أهلا ومرحبا بكم من جديد كنا تحدثنا في الجزء الثاني من الحلقة عن المهن والأعمال غير المناصب القيادية التي يمكن للمواطن الخليجي القيام بها دكتور علي الهيل ألا يجب إعادة النظر في التوطين في القطاع الخاص بعيدا عن إلزام القطاع بنسبة مئوية معينة؟ سيدتي العمل والتوطين في مجال القطاع الخاص عموما في دول المنظومة الخليجية يزيد من الأعباء على القطاع الخاص بما يضطر القطاع الخاص إلى زيادة الأسعار وإلى تخفيض رواتب المواطنين لذلك كان ثمة مقترح قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات لم تخني الذاكرة في مجلس التعاون الدول الخليجي العربي أن تدخل الدولة شريكا مع القطاع الخاص في مجال التوظيف المواطن بمعنى أن تدفع الدولة الفارق للموظف راتبه الذي يتقضاه من القطاع الخاص أعتقد أن هذه خطوة جيدة إن استطاعت الحكومات أن تنجح في التفاوض فيها مع القطاع الخاص دكتور أستاذ علي الحازم لدي سؤال أيضا ارتفاع نسبة السعودة وإلزام الشركات بعملية السعودة وخاصة فيما يخص الإناث ارتفاع نسبة سعودة القطاعات الخاصة بالنسبة للإناث وانخفاضها بالنسبة للذكور ما تعليقك نعم لأن نسبة البطالة لدينا اليوم ونسبة الإناث أكثر عدد البطالة من الإناث يصل إلى 65% ومن الذكور يصل إلى 35% عدد العاطلين من الذكور يصل إلى الـ 135 ألف ومن النساء يصل تقريبا إلى الـ 725 ألف فهي عملية طبيعية ونسبة وتناسب لذلك ليس هناك خلل أما فيما يخص بأن هذه التوظيفات ستخفض أرباح الشركات فأنا أقولها صريحا بأن الحكومات الخالجية قد دعمت القطاع الخاص لـ 40 و50 سنة على هذه الشركات أن ترد الجميل الآن وبأن ما يدفع للمواطن هو سيعاد ويضخ في هذه الشركات من جديد نعم سوف أتوقف عند بعض التغريدات التي رصدناها حول إشكالية توطين الوظائف في القطاع الخاص أيضا وأبدأ معك الساد علي الحازمي في تغريدة لك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقول فيها عندنا أكثر من 8.3 مليون عامل أجزم بأن على الأقل 500 ألف من هؤلاء في وظائف متوسطة وما زال البعض يطالب بسعودة محطات البنزين وكأننا انتهينا من سعودة الوظائف القيادية والمتوسطة الساد علي إذا كنت تحدث عن السعودة من أعلى الهرم ولكن القرار السعودي الذي صدر مؤخرا حتى صانع القهوة وباء على الملابس سيكون سعودي كيف يمكن تطبيق ذلك؟ طبعا القرارات لدينا هي يأخذ منها ويرد فنحن لا نتحدث ولا يتحدث يعني لا نتحدث قرآن وبعض هذه القرارات حقيقة ثبت فشلها في وقت من الأوقات ولكن حقيقة المملكة لدينا وصلنا على القرارات لدينا حقيقة لا يستحون أحيانا يقول نعم أخطأنا هنا وعدلنا هنا وعدلنا هذه المبادرات وهذا ما يميز رؤية المملكة 2030 بأنها رؤية مرينة قادرة على التأقلم مع المعطيات الحالية نعم الساد علي أدران رح نرجع للتغريدات حساب المغرد عمر الخطيب يقول في هذه التغريدة لا تقول وظائف متوسطة بل قول إدارية مثل محاسب مشرف أمين صندوق أمين مستودع إلى آخره هذه الوظائف كل اللي فيها غير سعوديين إلا ما قل أما الأعمال المهنية نوصل لها إذا وصل عدد السكان خمسين مليون السؤال هنا الدكتور علي الهيل ما الذي ينبغي أن يتغير في ثقافة العمل في الخليج في عالم أصبح مفتوحا واقتصادات أكثر انفتاحا الوظائف المذكورة في التغريدة وظائف بسيطة يستطيع أن يقوم بها القطرية والسعودي إن لزم الأمر وإن لم نستطع أن نجد المواطن الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظائف ما علينا إلا أن نقوم بتدريبة وأن يعمل هؤلاء المواطنون تحت يد هؤلاء الذين يعملون كمحاسبين أو كقانونيين أو كمشرفين وإلى آخره لكي يكتسبوا الخبرة إن لم تكن لديهم الخبرة وبعد سنة يمكن أن يتم الاستغناء عن الوافد ولكن تشغيل الوافدين لا علاقة له بهذا الأمر له علاقة بتقاطع المصالح بين هذه الدولة الخليجية وتلك الدولة في العالم العربي أو في أوروبا أو في آسيا أو في غيرها أبقى معي سأود للتغريدات في موقع أخبار السعودي غرد قائلا السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية السؤال هنا في السعودية تم منح المستثمرين الأجانب حق الترشح لمجالس إدارة الغرفة التجارية ألا يعني ذلك أن سياسة التوطين غير مناسبة في المرحلة المقبلة؟ نعم لأن دول الخليج حتى عندنا في قطر يحرصون على المستثمرين الأجانب لأنهم يأتون بالكثير من الأموال وكل شروط الاستثبار موجودة البنى التحتية الاستقرار السياسي الاستقرار الاقتصادي لذلك يفضلون أحيانا على المواطنين لأن المواطن عندما يكون عضوا في هذه الشركة أو تلك في مجالس الإدارة ماذا سيفيد؟ ليس لديه أموال يعني هو يعيش على راتب الحكومة ويعيش على راتبه من القطاع الخاص ولذلك يعتبدون كثيرا عن المستثمرين اليوم دول الخليج تطلق دعوات كثيرة في السعودية في قطر في الإمارات في عمان في الكويت للمستثمرين وتمنحهم امتيازات معينة مثل مثلا الإقامة لمدة مئة سنة إنهم قاموا بشراء عقارات أو قاموا بتأسيش شركات وإلى آخره إذن هناك يعني إغراءات للمستثمرين الأجانب وهذا صراحة سيؤثر سلبا على معيشة المواطن الخليجي نعم سوف أتابع في التغريدات في تغريدة لمحمد الشهراني يقول فيها اليوم دخلت أحدى فروة شركات التأمين الكبرى وفجأت بأن مدير الفرع وافد وله مكتب في الخلف مخفي عن العملاء بينما في الواجهة شباب وبنات سعوديات سؤالي لوزارة الموارد البشرية بلادنا تزخر بالكفاءات متى سيتم توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص استاذ علي الحازمي ألا تشكل تلك الأصوات بل بلا في المجتمع وضربة لفكرة كفاءة الفرص أو تكافؤ الفرص بين المقيم والمواطن لا أنا لا أتفق حقيقة لأن جميع الأنظمة الدولية قد حفظت للمواطن حقوق العمل في بلده فكل المواثقة الدولية تقول بأن حق للمواطن أن يحصل وظيفة في بلده ولذلك عندما يكون لدينا أخ من الوافدين يعني أنا يفزنني خروجه ولكن هناك أولويات لدينا حقيقة داخل الوطن وعلى الرغم بأن شركات التأمين قد صدر فيها نظام وقانون بتوطين الوظائف القيادية فيها لكن هناك بعض منهم في الشركات أو القطاع الخاص يتبعون هذه الأنظمة نهارا ويخالفونها ليلا ولكن ثق تماما سنحقق المستهدفات بإذن الله نعم دكتور علي الهيل بعض الدول الخليجية تقوم بعملية تجنيز أصحاب الكفاءات سنويا ألا يشكل هؤلاء الذين يتم تجنيسهم خطر على المواطنين في عملية الفرص التي ممكن أن يأخذوها لا شك في ذلك ولا يميراء الأولوية يجب أن تكون للمواطن القطري أو السعودي أو العماني أو الكويتي أو الإماراتي وأنا أتفق في هذا الصدد مع أخي الدكتور علي من الرياض ولكن للأسف الشديد دول الخليج لأن سكانها قليلون فهم يعتمدون على التجنيس تحت لا يعتمدون على التجنيس ولكنهم يلجأون إلى التجنيس مجبرين تحت ضغوطات دولية فيما يسمى بمجمعيات حقوق الإنسان نعم وتستمر تحديات التوطين ومعالجة ملف البطالة في الخليج أشكرك جزيلا شكر دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام والباحث في الشؤون الدولية كما أشكرك علي محمد الحازمي الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي كنت معنا من جدة والشكر لكم متابعين على طيب المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل على خيش اشتركوا في القناة